اشتركوا في القناة رئيس الجمارك عقد مؤتمر ومعرض التطوير المهنية الثاني عشر لفرع الشرق الأوسط للجمعية الأمريكية لمهندسية السلامة العامة الذي يعد واحدا من أكبر المؤتمرات والمعارض في مجال السلامة والبيئة والصحة المهنية لقطاع صناعة الزيت والغاز والبتروكيمويات في المنطقة وفي تصريح له بهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره للقائمين على المؤتمر وحرصهم على استمرار عقده في مملكة البحرين لما له من أهمية في مجال السلامة المهنية منويها إلى أن وزارة الداخلية التي دابت على التعاون والتنسيق مع الجمعية الأمريكية لمهندسية السلامة العامة تبدي استعدادها لتقديم الدعم والمساندة لجهود الجمعية استمرارا للتعاون الذي بدأ منذ الأعداد لعقد المؤتمر الخامس في فبراير من عام 2000 وتواصل المؤتمرات التي عقدت فيها بل وتواصل المؤتمرات التي عقدت فيما بعد في مملكة البحرين كما أعرب معالي عن شكره للحضور وجميع الشركات المساهمة في المعرض المقام على هامش المؤتمر والذي يشكل فرصة مناسبة لعرض المنتجات والخدمات في مجال السلامة العامة وأوضح معالي الوزير أن مجالات السلامة متعددة وتشمل إدارة المخاطر بكافة أنواعها ومن أبرزها حماية المنشآت النفطية وما يشكل الاعتداء عليها من خطر كبير على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة مشيرا في هذا السياق إلى ما تعرضت له مملكة البحرين من حادث إرهابي مدعوم من إيران بتفجير أنبوب النفط في منطقة بوري ولولا ما قامت به الأجهزة المختصة من سرعة في الاستجابة وقدرة في التعامل مع الحادث لا أسفر عن وقوع المزيد من الخسائر إلى قدر الله ومن هنا تأتي الحاجة إلى اتخاذ التدابير وتوفير كافة الإمكانات لحماية المنشآت النفطية لأهميتها وحساسيتها وأكد معالي الوزير أن اختيار البحرين لعقد هذا المؤتمر وبصفة دورية يعكس اهتمام المملكة بموضوع السلامة العامة المتعلقة بحياة الإنسان وحماية موارده والذي يتصدر أولويات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وما تحرص عليه الحكومة الرشيدة من إلاء في هذا الموضوع عنايتها واهتمامها في كافة البرامج والمشاريع التنموية هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم القائمين على مؤتمر ومعرض التطوير المهنية الثاني عشر لفرع الشرق الأوسط للجمعية الأمريكية لمهندسية السلامة كما قام بجولة في المعرض الذي شاركت فيه عدد من إدارات وزارة الداخلية وهي الإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للدفاع المدني إدارة تقنية المعلومات إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية حيث طلع معالي الوزير على التقنيات الحديثة في مجال السلامة والصحة والبيئة مشيدا بما تضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة بما يسم في فتح أفاق واسعة نحو تعزيز استخدام آليات السلامة العامة